ده مع كلام منطقي وهو احنا ما جبناش الفار وجبنا الماكينات وجبنا التكنولوجيا وعطلنا المباراة وقفنا اللعبة عشان في النهاية نفضل زي ما احنا ونقول انها اصار لا يفترض بعد ما جي الفار وبعد ما صعنا بالاجهزة وبعد ما وقفنا المتش وبعد ما قللنا المتعة الكلام ده لازم يكون له تمن التمن ايه هو العدالة العدالة يعني ما ينفعش يضرب الجزاء تبقى موجودة وما تتحسبش ما ينفعش يضرب الجزاء تتحسب وهي غير صحيحة ما ينفعش هدف تتحسب من تسلط وما ينفعش كرة عدد خط المرمى وتخف تبقى هدف وتتحسبش ما ينفعش لاعب ما ينطددش وارتكب مخالفة تستحق الطارد وما ينفعش لاعب ياخد امزار او ياخد بطاعة حمراء وما يكونش هو اللي ارتكب المخالف تتخذ بالغلط هي دي الاربع حاجات اللي الفار بيعملها واللي يفترض انها يقضى تماما بنسبة حلينا نقول تسعة وتسعين سنبات على هذه الامور اذا طبقنا الامور حسب بروتوكول الفار بالشكل اللي فرضوا علينا الايفاب الايفاب قعدوا يدرسوا الموضوع كتير وعملوا تضارب كتير وطبقوها في دوريات كبيرة من غير اوفلاين يعني من غير ما نتائجها تؤثر على المباراة ثم بدأوا تطبقها في اهم بطولة وهي بطولة كاف العالم في 2018 مجوش بالصطف ما عملوش الكلام بالصطف لما يطبق الفار في 2018 فعالفكرة انت انت بطول الفار ستبتكلم صحة يعني هي فار لما عايز اقولها بالحروف هقول VAR اه فار اه فار لا انا بس بدي الكلمة دي للناس بتنطعها بشكل تاني لا ماش الفار يعني الفار اللي هي اختصار Video Assistant VAR المهمة خلينا نقول انه لما طبقوا الكلام ده في 2018 ولما اللجنة الخماسية وانا بحييها من خلال البراني بتاعك اثر على تطبيق الفار تقنية الفار او تقنية الفيديو المساعد من بداية الدور التاني الموسم اللي فات انه هو انتهى ده اللي هو انتهى مبارح ولا اول يعني انتهى قرأي اه اول مبارح اعتقد ده كان عندهم الشجاعة الكبيرة جدا ان هما يصروا على تطبيقه في بداية الدور التاني وده اعتقد مكسى كبير جدا لكرة القرار ولكن ده فضل لكن ده حط بحيتيها خطين ايه هو انا عندي اتنين الخط الاولاني هو لاجب على اللاعبين الانبية مجالس ادارات الانبية الاعلام هو كمان يا جماعة لازم تأهدوا نفسكوا انتوا تتعاملوا مع الفار بشكل صحيح يعني انا بستغرب اللاعبة في الملعب لما الحكم يكون مثلا ايه المنظر المعتاد كرة تتشاط تخبص ايد لاعب الكل يرفع ايده ويجري على الحكم وهستيريا وبعدين هما لازم يفهموا ان الحكم مش هيصفر يوقف اللاعب الحكم حيستنى لغاية لما حد يقوله مش كده بس لما الكرة تروح في منطقة محايدة بعيدة ملهاش تأثير ممكن يوقف اللاعب او لما الكرة تخرج اللاعب يوقف وحيرجع على الفار لأ ده بتلاقي الهستيريا موجودة وبعدين لغاية لما اللاعب يوقف وبعدين دول يجروا عليه دول يجروا عليه ودول يحلفوله ودول يحلفوله ويقفوا في سكته ويمنعون ان هو يروح والحكم يتحايل عليهم وتشوف انت حتى حركة شفيفة وكان يقول له يا عمي والله انا رايح اهو يا اخي والله رايح وربنا رايح ويتحايل على هذا شوية كابتن جمال انا موافقك 100% كابتن جمال عايز اسألك سؤال وتجاوب عليها بصر هل الفار اللي عندنا هو الفار اللي برا اه هو 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 على فكرة الفار باستخدام تقنية التفلل يمكن تقنية خط المرمى انا معرفش بصراحة الغاش لما انا مشيت معرفش كانت ركبت ولا لا لكن حقيقة احنا مستقبلين احدث حاجة يعني لا يقل ابدا عن الفار المستقبل طيب اوكي هل الناس اللي بيستخدموا الفار ما عندهمش الكفاءة اللي موجودة برا ايه الفكرة مش في كده مال ايه يعني الفكرة مش في كده الفكرة كمان هما محتدين تعاون من بقية العناصر انت تشوف برا عمرك شفت يا مهيب لاعب جري وراء الحاكم عشان يضغط حديث خلص ولعمرك شفت فرقة لمت حوالين الحاكم خالص ولعمرك شفت مدرب ده الحاكم ده احنا نسا شايفين مباراة عطاق في التشامد والليج الأوروبي الحاكم ادى انذار تقريبا لمدرب فرقة او في الدولة الانجليزية عشان بس مجرد انه ايه وهو رايح عشان يراجح حالة في الملعب قال له حاجة او جري ناحيته او قرب منه وهو ده القانون العوامل اللي حوالين حكامنا لسه الغاية دلوقتي مش مؤهلة بانها تتعامل مع الفار بالشكل الصحيح طيب مش هتحك عليك احنا برضو احنا طبقنا الفار يمكن في بدايته في شهر بداية مارس ايه اقعدنا فترة كبيرة جدا حوالي خمس شهور ايه في اجازة وبعدين رجعنا للفار كنا من الناس مريحة الفار محتاج على طول تدريب مستمر محتاج مباشرة مستمرة محتاج تصحيح مستمر محتاج ادارة مستمرة للفار تكون موجودة مع الحكام ومراجعة اخطائهم بشكل دوري ونستفيد من اللي حصل ونجيب الحالة عن طريق التسجيلات زي بالظبط كده السندوق لسود في الطيارة ونقعد نشوف المفهودة الدخل ايه خد وقت ايه دور كل واحد عشان برضو انت بتتكلم بمية واحدة كده عندك حق فيها لازم نلتزم يعني الفار حكم الفار هو المسؤول عن ان هو يتكلم فنيا حكم الفار المساعد ليس له اي دور غير ان هو يرائل الشاشة ده بقى اخطر يا كابتن جمال حكم الفار بقى اخطر من حكم الساحة هو يفترض ان هو يكون اخطر لسبب اخطر ببعنى المفهوم ان هو اهم يعني طبعا اهم لان هو بيكتشف هيكتشف الاخطاء الكبيرة اللي الحكم اكتشف هو اللي بيحدد المصير لهزيمة ومن هزيمة الفوز انت عارف يا مهيبا ان لو عملتلك احصائية للدور التاني بتاعنا السنة اللي فاتت هقولك قد ايه كمية ركلات الجزاء اللي الفار نجحت ليركاحها لصحابها وركلات الجزاء اللي الفار لغاها واللي كان بتكشف قبل جدا نسمى كبيرة جدا على فكرة كبيرة جدا كبيرة جدا كبيرة جدا انت عارف يا كبتن جمال لما حركض بتحكم وتقول ايه اه انا الكرة دي لما رحت البيت شفتها فعلا ما كانتش ضرب الجزاء وانا حكمتها ضرب الجزاء حكم الفار هو اللي اعجلك الابشن ده الابشن ده بقى موجود بقى موجود ده بساعتها بسواني كمان احنا محتاجين بس يا مهيب محتاجين نفهم البروتوكول كويس نطبقه صح يعني لو انا البروتوكول بس ببسيط اوة على فكرة يعني انا ممكن اقولولك في جيء في جيء في جيء البروتوكول بيقول الات حكم المباراة يدير المباراة تحكميا وكأنه معهوش بار يعني يعني يجري في كل حتة ويجزل كل المجود ويوصل لكل مكان لحد ما جرى زيرين ويبضل ياخد في قرارات وطول ما هو بياخد في قرارات صحيحة حكم الفار بيتابع بس ايه ويفضل يتابع يفضل يتابع لغاية لما يختلف مع الحكم بقرار من الاربع حاجات ايه اذا اختلف معه يستدعيه تمام لكن مفيش في الفار ولي الحالة حصلت عندنا مفيش في الفار حاجة اسمها ان انا استدعي الحكم عشان اقوله انه مفيش ضربة جزاء طب هو الحكم محسبش طب هو الحكم تتستدعيه ليه لو حسبها لو حسبها لو حسبها استدعيه يقوله مفيش النهاردة كان فيه حالة من اللي حراج بتقولها دي كانت موجودة النهاردة في ماتش الانتاج وسرامي عدنا ديئتين تلاتة الكرة ما تحسبتش ضرب الجزاء أصلا وبعد كده قال له مش ضرب الجزاء طبما أنت ما حسبتها خلاص السرعة في الأداء لو أنا قراري كحكم هار متفق مع قرار الحكم أماشي اللعب ولا أوقف اللعب ولا عطل اللعب لأن أنا مش هغير قراره ما فيش حاجة تاني أقولها تاني وأعتقد أنها مقصودة وعرفة رايحة تاني ما فيش حاجة اسمها أنا أجيب الحكم عشان أبين أنه ما فيش رادي لا ما فيش الكلام ده هو بإراضي مين دي فهلوة زايدة لا وهيراضي مين أنت بتراضي حال مش عايزين نستخدم هذا أنا أستدعي الحكم يعني أنا مختلف معه في القرار أي يعني هو فيه راكل الجزاء وهو ما حسبهاش فأجيب ويشوفها هو بقى أعرض عليه راكلة الجزاء اللي أنا أستدعيه عشانه ويشوفها ممكن يحسبها ممكن يحسبها ممكن يحسبها شوحور صح إنما ما فيش حاجة اسمها أجيب الحكم عشان أقوله إن الكرة ما هياش إن قرارك صحيح إن قرارك صحيح الكلام مش بزبوط طيب